اهلا بكم متابعين في مجزن للانباء قدمه لكم من راديو ام بداية جددت منظمة مرسل بلا حدود دعوتها لسلطات الجزائرية من اجل الافراج عن الصحف ومراسل جريدة لبختي بيتامنراس رابح كغاش هذه الدعوة جاءت بعد مرور مئة يوم على سجن كغاش بيتامنراس كما طالبت المنظمة في بيان لها الافراج عنه واسقاط جميع تهم الموجهة له يوم خمسة او تلجاري الذي يصادف يوم محاكمته وعن مستجدات فيروس كورونا بالجزائر قال الدكتور عبد البسط معوضة لخصائف علم الفيروسات لاذاعة الصيف ان الجزائر تعيش موجة جديدة وليست ثالثة لان جميع الاشخاص معرضين للايصابة بمن فيهم الذين اصيبوا سابقا والملقحين ضد الفيروس وارجع الدكتور سبب ارتفاع عدد الاصابة بكورونا الى السللتين البريطانية والهندية كما دعا الجميع الى اخذ اللقاح المضاد لكورونا وفي خبر اخر تتوصل حملات جمع تبرعات الجزائريين والجزائرية الداخل وخارج الوطن بمكثفات الاكسجين على غرار الجالية الجزائرية بالمهجر المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي والرياضيين بينما يعمل متطوعون ومتطوعات على انشاء وحدات لانتاج الاكسجين بمستشفية الوطن وعن اخر تطورات الشأن السياسي بتونس اعلن الناطق الرسمي باسم القطب للقضاء الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي اليوم الاربعاء فتح تحقيق بشأن ثلاثة احزاب سياسية وهي حركة النهضة قلب تونس وعيش تونسي بشأن تلقيها تمويلة اجنبية اثناء الانتخابات وانها رئيس الجمهورية التونسي قيس السعيد مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة وفي بيان مشترك شددت سبع منظمة تونسية على ضرورة الالتزام بمدة الشهر لانهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجمع السلطات بيد الرئيس نختم متابعينا بنيل الزميل الصحف سعيد بودورا الجائزة الاولى لاحسن عمل وثائقي في حوض المتوسط لسنة 2021 وذلك بعد مشاركته بوثائق حول ماتقال الرأي والمدون شمس الدين العلامي المدعو براهيم الذي يعد أول عدد من برنامج أحكي الواقع هذا الوثائق بوتا حصريا على إذاعة راديو أموة سيعرض في عديد دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط فألف مبروك للزميل الصحفي سعيد بودور بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز سنذكر أنه باستطاعتكم متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقعي غاجو تغي أم بونات ومجرب إمرجون بونات حافظوا على أنفسكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة